أهلا بحضراتكم مرة تانية نادر خلينا نتكلم على أفضل المباريات في الجولة اللي فاتت اعتقادي كانت مباراة نيو كاسل والمان سيتي ونتيجة تلاتة تلاتة في مباراة مرسونية يعني مباراة شفنا فيها كل حاجة من فنون كورت القدم رؤيتك إيه للمباراة ديت وأعرف كمان توقعاتك للمان سيتي على مستوى المنافسة توقعاتك لنيو كاسل بعد ما كان يمكن قريب من الهبوط للشامينشيب لكن في الدورة لغاية دلوقتي جمع يمكن خمس نقاط من فوز مباراة وتعادل مباراة بالنسبة لمباراة سيتي ونيو كاسل كانت مباراة يعني أفضل مباراة في الدورة الإنجليزية حتى الآن إيدي هاو أول ما مسك فريق نيو كاسل طبعا كان مهدد بالهبوب بشكل كبير السنة الماضية جاء مسك وظهر بصمته بشكل جيد واشتغل على الجانب الدفاعي والفريق بقى المنظومة الدفاع بتاعته قوية جدا بالآن سأقدم مباراة كبيرة جدا من النواحي الدفاعية وكمان قدر يستغل السرعات اللي عنده في النواحي اللي جميلة عنده برونو جامريش في وسط الملعب كان مميز جدا وأتعبوا فريق السيتي بشكل كبير جدا على الجانب الآخر فريق من الشيستر سيتي يعني كان عنده برضو بعض المشاكل نوعا ما ولكن في الشوت الثاني الفريق تحسن طبعا جندجان ودوبروينة واللعب رودري تحسنوا بشكل كبير جدا مشكلة فريق نيو كاسل بعد تقدمه التلاتة يعني تراجع نوعا ما وده اللي خل السيتي يرجع في المباراة يعني أنا كنت شايف نيو كاسل ماشي بشكل كبير جدا وكان أقرب للانتصار ولكن التراجع ده كان نقطة سلبية وعامل خل فريق السيتي يعود للمباراة والمباراة تخلص تلاتة تلاتة ولكن كانت مباراة طبعا ممتعة من النواحي التكتيكية وكمان في محاولات على مرمى الفريثين بشكل كبير